السلام عليكم ازايكوا احلى متابعين في الدنيا معاكو عبير من قناة منواعات بوتة لاخبار الفن والفنانين والمشاير واحدة سترندات على السوشيال ميديا النهاردة معانا سماح انور تعود من جديد تهافت الصحفيين على سماح انور للحديث معها وتكلمت بهدوء معاهم وقالت لهم بالراحة هنتكلم مع بعض ودخلت عليهم وسيستهم وبعد ما خلصت قلبت الترابيزة عليهم وهزقتهم وقالت لهم انتو بتصوروني عشان تنزلوني على السوشيال ميديا انتو متخلفين ايه التخلف ده هو ده العبط ومحدش قدر يرد عليها من الصحفيين ليه محدش قدر يرد عليها عشان هي متعودة على كده قبل كده طلعت وشتمت الشعب المصري كله والموضوع عادي جدا وعدة بعد ما مسحت الفيديو وظهرت مع نقيب الفنانين الدكتور اشرف زكي اللي المفروض كان وقفها عن العمل لان الاعمال اللي بيعملوها الفنانين الاعمال دي الشعب المصري اللي هزقته هو اللي بيدفع وهو اللي بيشهرهم وهو اللي بيعمل لهم الايمة اللي هي قالت عليها وهي بتهزقه طلعت معاه ما اعتذرتش قالت ما كنتش قصدة وقالت تبريرات عبيطة جدا وما تأسفتش طول الفيديو اما فيديو الشتيمة كانت منطلقة في الشتايم والاهانات للشعب باكمله على فكرة يا سامح يا انوار انت مش عاوزة تتحسبي او تتوقفي عن العمل لأ انت عاوزة يتحجر عليك وعلى تصرفاتك وعلى كلامك المفروض ان انت ما تخرجش من البيت وما تظهريش في اي محفل عام لو انت معايا في الفيديو الهنا يعمل لي لايك يبقى اكيدا عجبك يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصلك فيديوهاتي وياريت ياريت تبعتلي تعليقاتك على الموضوع بتاع سامح النور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة